ريال المدريد هو فريق كرة قدم محترف اسباني اسس عام 1902 مقره العاصمة الاسبانية مدريد يلعب الفريق في الدوري الاسباني واختيرك افضل فريق كرة قدم في القرن العشرين وقد فاز بالدوري الاسباني خمسه وثلاثون مرة وهذا يعتبر رقما قياسيا وتسعة عشر مرة بكأس ملك اسبانيا واحرز رقما قياسيا بحيازته 14 بطوله في يد وراء الطالة وربا وهو ايضا احد اعضاء جي 14 للانديت القيادية في التي تم الغاؤها حاليا واستبدلت برابطة الاندية ظهر النادي بقوة على ساحة كرة القدم الاسبانية خلال عقد الخمسينيات من القرن العشرين وبحلول عقد الثمانينيات كان هذا النادي يتمتع باحد افضل الفرق الرياضية في اوروبا المعروفة باسم خماسي النصر الذي فاز بدوري اوروب كأس لا تحادية لأوروب يقتها مرتين متتاليتين وخمس بطولات اسبانية وكأس اسبانية مرت واحدة وثلاثة كؤوس سبر اسبانية يعد واحدا من ثلاثة اندية اسبانية لما يسبق لها انهابطة من قمة كرة القدم الاسبانية كما انه احد اوسع لنواديمن حيث لقاعدة الاشعبيت حول العالم وشتهرال النادي كذلك بمنافسته طويلة الامد مع ناديا برشلونة واتلتيكو مادريد حيث تعرف المنافسة الاولى باسم الكلاسيكو والثانية باسم ديربي مادريد اختارت الفيفا الفريق الاسباني ليكون افضل نادي في القرن العشرين ثم اختاره الاتحاد الدولي لتاريخ واحصاءات كرة القدم بتاريخ 11 من مايو 2010 ليكون افضل ناد اوروبي في القرن العشرين حصل النادي على وسامة لاستحقاق من الفيف اسنة 2004 كما اعاد الاتحاد الدولي تصنيف ريال مادريد كافضل ناد فيل علم اسنة 2015 التي تصدر فيها ايضا قائمة داية الدوري لكرد يا لقدم يعتبر ريال مادريد اكبر ناد من حيث القاعدة الجماهيرية وذلك حسب دراسة لجامعة هارفارد عام 2007 وايضا يعتبر حاليا اغنى نادي في العالم حسب الميزانية السنوية واعلى النوادي قيمة اذ تقدر قيمته بحوالي 1.4 مليار يورو وقد حق ايورادة هائلة فيوسنة 2011 قدرة بحوالي 438.6 مليون يورو بلغة ايورادة النادي وفق قائمة ديولويوت لموسم 2014 2015 مبلغة خمسمائها وسبعها وسبعون مليون يورو وفيوسنة 2015 قدرة مجلة فور بسقيومة هذا النادي بحوالي 3.24 مليون يورو اي ما يعادل 3.65 مليار دولار مع ثبات ارباحه السنوية عند 577 مليون يورو تقريبا في 11 مارس 2019 اعلن نادي ريال مدريد الاسباني عن فسخ عقد مدربه سنتياغو سولاري وتعيين الفرنسي زين الدين زيدان خلفا له في 12 يناير 2020 فاز ريال مدريد على التيكو مدريد بركلات الترجيح للفوز باللقب 11 لبطولتك السالس وبرال اسباني بعد توقف ديما ثلاثة الشهر بسبب جائحتك وفيدت 19 عادي الدي وريل اسباني في 11 يوانيو 2020 في 17 يوانيو 2020 وجزين الدينا زيدنا بلا اللقب الثاني في الدي وريل اسباني كمدرب لا ريال مدريد بعد الفوز بثنائية مقابل هدف والبطولة رقم 11 معال النادي لملكي ريال مدريد وصل للنقطة 86 ووسع الفارق الى 7 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني قبل جولة واحدة من نهاية الدوري الاسباني ليحسم ريال مدريد بطولة الدوري رقم 34 له في لال العهد الاول عبر النادي عن طموحه في ان يصبح اثري اندية كرة القدم المحترفة في العالم فاقدموا على التنازل عن بعض اراضي تدريبه لصالح مدريد عام 2001 وباع ما تبقى منها الى اربع شركات ساعدت تلك البيعات على اسدد كثة ديون الى النادي مما مهد على الطريق امامها للشراء بعض اثمن الى لعبين فيل علم كانت ديون النادي تصل الى 270 مليون يورو قبل ان يقوم ببيع تلك الاراضي وبعد ان اوفيت كلها شرعت الادارة تصرف المال بسخاء كبير الامر الذي كان من نتيجته استقطاب اسماء لامعة في عالم كرة القدم الى ريال مدرين كما خصص ما بلغ عظيم لبناء مجمع تدريب فريد من نوعها على اطراف الى مدينة تعرض الى النادي لنتقادة كثيرة بفعل تركيزها على تسويق العلامات الى التجارية المرتبطة باسم الى النادي بدلا من تطوير مهارات وقدرات للعبين على لا الرغم من ان سياسة بيريز ولدت نجاحا ماليا عظيما خصوصا في الى السوق الى اسيون كان ريال مدريد يعتبر اغنى نوادي كرة القدم بحلول شهر سبتمبر من عام 2007 كما احتل المرتبة الثانية بين اثمن النوادي في عام 2008 حيث وصلت قيمته الى 951 مليون يورو ولم يتفوق عليه الا منشستر يونيتن الذي بلغت قيمتها 1.333 مليار يورو تربع ريال مدريد على عرش اثمن النوادي من حيث دورة رأس المال حول العالم في عام 2010 وكانت الادرة قد اعلنت قبل ذلك عن رغبتها في افتتاح مدينة ملاهي خاصة بها بحلول عام 2013 حاليا يعتبر ريال مدريد الاعلى قيمة بين اندية كرة القدم اذ تبلغ قيمته 3.263 مليون دولار امريكي وفق قائمة فوربس لسنة 2015 واظهرت قائمة دلويت ان ايرادات النادي لموسم 2015 بلغت 577 مليون يورو وحافظ النادي على موقع تيفيال الطليعين كاكثر اندية كرة القدمة حقيقا للا ايراد اشتركوا في القناة